والإعلام إن كابت الصحب أيوة والشاشات معظمها تقع في هذا الخطأ الفضيع اللي ليس له أي مبرر ويكشف عن غياب محكل للمهنية إنها تأخذ ما يأتي في مواقع التواصل التماعي على أنه أخبار ده يعني ده خاص بالحادث خاص بالتويتر اللي كتاب أحد المصريين تعيين وزير نقل مصري مات من 11 سنة يكاد يكون الجميع ينم بالفعل عن غياب المهنية الحقيقية إزاي إنك إنت تعتمد أدوات التواصل الاجتماعي على أنها مصدر أخبار حقيقية أي خبر تنشرك من وسائل التواصل الاجتماعي اللي يجب أن تضع في إسابك إنك لازم تتأقم من صحيته قبل نشع لأن وسائل التواصل الاجتماعي الإشاعات موجودة على أنها أخبار صحيح الفتاوى الكاذبة موجودة على أنها أخبار صحيح كل واحد بيأتي على مخه أي حاجة يقولها على أنها أخبار وبتنتقل بسرعة الغيح لكن أنت واجبك صحفي وإعلامي وحرفي أبسط المبادئ المعنية أبسط مبادئ حرفتك أن تتيقن من صدق هذه الأخبار قبل إشاعاتها إنما واحد يعمل فيك مقلب تخلي مصر يقول لا تخضع أو تقع في هذا المقلب أعتقد ده يعني فضيحة مجرية بتكشف بالفعل غياب المهنية في أدواتنا الإعلامية والصحفية وإحنا قلنا في المجلس الأعلى يا جماعة أكتر من مر إن الأخبار المختلق الأخبار التي لهياسه الصحاتها الأخبار التي تأتي على مواقع التواصل الابتماعي لا تنشر أبداً كأخبار إلا أن تتثبت بالصحاتها يعني زمان كرئيس قسم الأخبار في كل جورنال المحررين يجيبوا الأخبار مهمته الوحيدة أن يتعقب من صدق كل الخبر ينزل في الجورنال بحيث ممكن أن يراجع المصدر ممكن أن يراجع الوزير ممكن أن يقرأ الخبر مرة ثانية على الوزير عشان يتأكد من أن كل ما يجاء في الخبر الصحيح هو يمرره رغم أنه ممكن الخبر يكون جايبه واحد من أهم الربورتر في الجورنال ولكن التحقق والتطقيق لا ينبغي أن يذهب إلى المطبعة للنشر إلا ما هو متأكد من صدقه لأنه عندما تقع التغيسة ما حادش في إيه ما تقدرش تلحق اللي حصل أنه خلينا أستاذ مكرم حضرتك تحكي لنا القصة اللي حصلت عن التويتر اللي أحد المواطنين المصريين عايشين بره مصر كتبها لأن الناس حبها تكون منتبهة أكتر إحنا بنتكلم على إيه والكارثة اللي حصلت أن في بعض الناس مش مدركة أن الموضوع بدايته كتابة أو بوستة أو تويتة على مواقع التواصل الاجتماعي يعني ما هو الحاجز أصبح معروف وإلا وانتشر لأنه لأنه الجميع ساعد على نزول خبر دون أن يقوم بمهنة الحقيقية أن يتأكد من صدق هذا الخبر عشان كده كانت الصديقة شديدة اللي وقعت وكشفت للأسف كثير من المواقع الإعلامية والصحفية التي تقوم بواجبها إحنا في المجلس الأعلى حققنا في الموضوع وتبين لينا أنه يعني غياب المهنية الشديد وقلنا أنه إحنا سوف نسائل الجميع لأننا حقيقة فقط يعني قدامة يعني أقول إيه لأنه هو الصبق الصحفي اللي هيكتبه في الصحافة ولم يعلم أن التويتر دي أو الكلام المكتوب عن شخص سبق الصحفي لما يكون هو اللي جايبه سبق الصحفي ده لما يكون ريبورتر أو الجورنان هو اللي جايبه إنما أنت نائل من مواقع التواصل الاجتماعي ولم تكلف خاطرك ولا نفسك فرصة أن تتأكد من خبر ويجيه دحك عليك وقت صغير عشان يضحك على كل مصر لا ده شيء مرفوض لأنه فيه تجاهل لقواعد وبديهيات أساسية في العمل الصحفي لا يمكن إطلاقا تجاهلها يعني أيضا كمان لما فيش مانيول يعني إيه ما فيش مانيول يعني أنا بشوف الطيار كل خطوة يقرأها إلى مساعده أمساعده يقرأها في مانيولة جنب يقول Zombat